هذا شيء كامل جيد ولكن يجب أن نرد البن من شيء الناس الذين لديهم مشكلة للحجرة في الكلاوي لا يجب أن يدوروا جهتها لماذا؟ لأن البارباء فيها كمية كبيرة من الأقصالات ويجب أن يكون لديك مشكلة للحجرة في الكلاوي لا يجب أن تسهلك البارباء لمدة طويلة متتابعة نتبيت صح والسعادة السلام عليكم البارباء المنافع الخصائص العلاجية لا تخطر لكم على البال 90% من وزن الحبة البارباء كلها ماء ولكن المال فيها لا يوجد باقي المياه لأن هذه المياه شبعانة أملاح ومعادن وفيتامينات الذي يجب أن نجمعه في مادة غدائية واحدة فيها تخيله معي 325 ميلي جرام ويالله 78 ميلي جرام السوديوم لا يجب أن يخرج على البناء في هذا الوقت قدد الكمية الكبيرة السوديوم التي نستهلكه في الأكل وفقر نظامنا الغدائي من البوتاسيوم والناس الذين يعنيون مرتفعة تخدم يجب أن يردوا البال تهوازوا البوتاسيوم والسوديوم وإلا سيخرجوا على رأسهم الفوسفور الفوسفور لديه أدوار مهمة ومهمة في الجسم ولكن القليل الذي يدوى عليه قبل الليغة الكالسيوم أشف خباركم بأن الفوسفور أهم بكثير من الكالسيوم في عملية النوم والإصلاح لديه أدوار مهمة في بناء إصلاح العظم والأسنان يعتمد عليه الجسم لإصلاح لنا ضروري لنومه قبلها لا يمكن أن الجسم يصلح الخلايا والأنسيجة لواقع فيها مشكلة الفوسفور لا يبدو أن الجسم يصيب لنا الاتيب أعلمت على ذلك؟ لديه أحد الموليكول الذي يستعمل الجسم لإخزان الطاقة الفوسفور لديه أدوار مهمة كذلك في الطريقة التي تتعاملها مع الكربوهيدرات والدهون يكفي أن أقول لكم أن الفوسفور كان في جميع خلية الجسم لا يوجد شيء خلية في الجسم لا يوجد فوسفور وهذا سيكون أهمية هذه المادة قبل أن نقوم بطوله الثلاثة الثلاثة المانيزيوم الحديد النحاس الكالسيوم والسيلينيوم وهذا من غير البوتاسيوم والصوديوم والفوسفور ومعادين قوية وقوية بكمية ماشاء الله أجد أن نرى الفيتامينات سمعوا الناس الذين يقلبون يشريون فيتامين المجموعة وهذه باكمبلكس الثلاثة الباربة أو البنجر فيها فيتامين با 1 بجوج با 3 با 5 با 6 با 9 شيء أكثر من هذا رمكيش يزيد على هذا الشيء كامل كمية كبيرة فيتامين س و أ و فيتامين أ فيتامين أ فيتامين المجموعة مع الفوسفور الذي ذكرنا قبيل بكمية محترمة في الجسم أريد أن نقول لكم يحلل لنا جميع مشاكل سبحان الله يقدر لنا نبضة القلب الإشارة العصبية تكون سريعة ومرتبة أداء العضاة التي وصلت لأوجه وبالزاف الحوج لذلك عندما ندهو على فيتامين المجموعة العلاقة مع الجهاز العصابي ياك رشحفت بقوة ما بقيت كنعودة أما بالنسبة للناس التي تريني والباربة مخصصة تخطاكم يمكن لكم تخذها في حل بريوركاوت عجيبة تعطي طاقة ونشاط مستحيل تعطي لكم شيء مادة أخرى أحقا الناس التي يقول لك إلا عندك فقر الدم خذ الباربة تقول لك لكي يقول لك هذا الكلام لا أساس له من الصحة هذا رخاوية لا تريد أن تسمع واحد من هائلة بيت الصحة والسعادة يقول لك لا ترى هذه لا علاقة الباربة وفقر الدم سوف تغير فيها كمية لا بأسابيع هذه الحديد ولكن لا تريد أن تكون علاج أو التركيبة الخاصة لكي تحول أو لا يصنع لنا الجسم الهيموغلوبي ننسوا هذه القضية المركب الذي يعطي اللون الأحمر للباربة هو البيتاسيانين وهو واحد من مضادة الأكسادة القوية التي تقلل الملتهابات في الجسم وتحيدنا السموم وكتحلم مشاكل الشيخ وخلمه بكيرة في حالة مضادة الأكسادة الأخرى تحميلها من السرطانات وخصوصا سرطة الكابيت فاذا ندعي على السموم تخيله معي الباربة في هذا المكوين اسمته البيتالين هذا المكوين لديه قدرة أجيبة على إبطاء المفعول السموم في الكابيت ويحللها جزئات آمينة دائبة في الماء من بعد يتم تخلص منها في البول أو العرق التأثير الباربة أقوى بكثير من الجزر لأن كما هو معروف الجزر لدينا مرتبط ارتباط قويه بالعين لأن فيها مركبات التي تؤثر بالإيجاب على ساحة العين هذا ليس صحيح ولكن الباربة قالت الخيزة لا تعرفوا له الباربة فيها لوتين وزيكزانسين هذه المكونات يحمي لنا العين منتظر الشبكية والتنكس البقاعي ومرض الساد ومشاكل العين على حسب الدراسات الباربة لديها نسبة عالية للنطرات العضوية التي يحولها الجسم لماذا؟ للنيتريت والأوكسيد نيتريك لكي يستعملها بزرعة العمليات أو الوظائف الحيوية أهم هذا الوظائف والتي تعتبر أساسية هي أنه يوسع لنا أو يرخي الأوعية الدموية وعندما نقول الأوعية مسترخية ومتسعة هذه هي أن ينخفاص بضغط الدم والتدفق ديالي يكون بطريقة سهلة وسليسة وبطبيعة الحال تدفق الدم بشكل جيد العضالات وجميع الأعضاء يوصل لهم بطريقة سهلة ولا يبقى لدي أي سبب لكي لا تقوم بخدمتها على أحسن الواجه وزيد على هذا الشيء كامل أكسيد نيتريك يساعد الخلايا على استخدام الأكسيجين بشكل فعال وهذا الشيء الذي رأينا كله ما هو المستفيد الأكبر منه؟ المستفيد الأكبر منه هو القلب لا يبقى لديه ونحيط عليه ونحيط عليه في بعض الدراسات الأخرى وجدوا أن البتالاين يخفض المستويات السامة للموسيستيين الـ HCA هذا الموسيستيين حمض أميني هو المسؤول على إطلاق واحدة نواقل عصبية اسمتها الكاتيكولاميز هذا النواقل عندما تحسبه أو عندما تدوزه من فترة السترس تفرز بكمية كبيرة مما يؤدي إلى انقباض الأوئية الدموية وضغط الدم يرتفع طبيعة الحال ويظهر معه ضربة القلب الثاني لأن التركيز العالي المادة العجيبة البتالاين والمركبات الفينولية ويحتى في كمية الأنسولين المفروزة وهذه القادية توقف طريق ارتفاع نسبة السكر الدم من بعد الوجابات من غير هذه الدراسة كاملة وهذه المواد التي ترى أجد أن نرى الألياف لباربة فيها تقريبا 4 جرام الألياف الغذائية الصحية التي تأتي العجيب على وظيفة الأمعاء تغذي لنا البكتيريا الصديقة وتجعلها تكاتر وإذا تكاترت البكتيريا الصديقة والعددها تزاد تكون على يقين بأن صحتك ستبتل عليك كل شيء ستتقاد راجعوا لحلقات المايكروبيوم إلى أن تفهموا هذه البكتيريا إما ستوقف جنبك وتعاونك وإما ستتضمرك وتكون سبب عدابك هذا شيء كامل جيد ولكن يجب أن نرد البان من شيء الناس الذين لديهم مشكلة للحجرة في الكلاوي لا يجب أن يدوروا جهتها لماذا؟ لأن الباربة فيها كمية كبيرة من الأقصالات ويكون لديك مشكلة للحجرة في الكلاوي لا يجب أن تسهلك الباربة لمدة طويلة وإذا قلته في الوصفة التي كنت أعطيتكم في القناة التي فيها الباربة وخيزها فقلت لكم تأخذوا هذه العاصرة أو الصلاة المدة لا تتجاوز على خمس أيام ونوقفوها عشر أيام وعليش نوقفوها عشرة أيام؟ نحن نوقفوها عشرة أيام لكي نجعل الجسم الوقت الكافي لكي يتخلص من الأقصالات التي تجمعت فيها هذه الأقصالات تستطيع أن نحتفظ وفي أنواع مختلفة لذلك لا تجعلوا من الباربة غداء يومي لكم خمس أيام إذا كترنا ونحبزه أو لنهار أو لنهار الله لا أقول لكم هذا لكي نخلقكم من الباربة ولكن الآن تأخذوا البال واحد شوية أما هذه القضية لا تجعلكم باعدوا منها رهمادة غدائية عجيبة ولكن كيف العادة إذا زاد الشيء وعن حدي انقلبها إلى ضده المهم إذا تسهلك الباربة في صلاطة ما عليك إلا تحكيها مع شوية الخيزة الخص بسيط الخيار ستأخذ معهم براكولي إلى عندك زيده ومكين احتى مشكلة شوية الملح الصخري شوية العاصر الحامض شوية زيتون وأحسن لا يمكنك تضيف لكي تكمل هذه الوصفة وتزيدها من فعا وهو الخل البلدي أو الاخل الطفاح أعرفت خالي خاطر دواء ما بعده مدواء أما إذا لا تدريك ضرب تمارا وريد شيء أشيء تحضر بداية الباربة متوسطة الحجم زيده على مئتين ميليليتر تحنو الخالط و تزيدو عليه بعض العصير الحامض و تزيدوه لا يوجد أي شيء إشكال لا تنسوا القادية 5 يام و نقفوه 10 يام أو ثاني نقفوه 5 يام و نقفوه 10 يام بالنسبة للسيطة العرائي التي قمت بنا في القناة قلت لكم أي نقطة تتخزن السمو في الجسم 91% قالوا الكابيد 7% قالوا الدهون 0% قالوا عضالات 1% قالوا الدم معلم أن في الحلقة التي قمت بها الكابيد كنت شرحت لكم هذه القادية و أؤكدت عليها السمو مع عباد الله تتخزن في الدهون و لا ترى الكابيد الكابيد يتراتي لنا السمو و من بعد ما يتراتيها يتخزنها في الدهون قدمت الدهون لديك الكثير في الجسم فهذا دليل هي أنك لديك سمو مخزانة حاولوا تركزوا معنا في المواضيع الله يجازيكم بأخر عرفتوا والله هيتا فشلت فشفت الغيز يلتدي الصنداج يا الله عباد الله 7% اللي متبعين معنا و مركزين على ما نقوله ماذا قد نقول لكم المهم إذا أعجبكم الموضوع حاولوا تشاركوه مع الناس اللي كتعرفوه و حاولوا تفعلوه مع الفيديوهات ولوغي بجمهيل الأخيرة كان معاكم أخوكم رضوان شوقي كالعادف المخصص المفيد خليت لكم مراحة و إلى حلقة مقبلة مع موضوع جديد بإذن الله